شعوب من العالم شعوب من الخارج يشبه يشبه السلحفة أما من الداخل فإن الأسكيمو يجعلون فيه رفوفا من الثلج يضعون عليها أدواتهم وله من الأعلى فتحة لتجديد الهواء وينام الأسكيمو على سرر من الثلج أيضا يعيش الأسكيمو على الصيد ويستخدمون في تنقلهم عربات تجرها الكلاب ويذهبون إلى الصيد في أماكن بعيدة فيصيدون الحيوانات ويأكلون لحمها ويصنعون من فروها ثيابا يلبسونها فتقيهم شدة البرد كما يصنعون منها الطواقية والقفافيز والأحذية ويستخرجون من دونها وقودا لمصابيحهم الأسكيمو ماهرون في صيد الأسماك يحفرون في الجليد حفرة حتى يصلوا إلى الماء ويصيدون السمك الذي يأكلون منه ويطعمون كلابهم سنقوم بحل أسئلة الاستماع السؤال الأول أين يعيش شعب الأسكيمو؟ أحسنتم يعيشون في الأماكن القطبية السؤال الثاني أجيب بنعم أو لا ألف تبنى بيوت الأسكيمو من الحجارة ما رأيكم أعزاء الطلبة؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ لا فبيوت الأسكيمو تبنى من الثلج با منازل الأسكيمو من الخارج كالسلحفة هل منازل الأسكيمو تشبه السلحفة؟ أحسنتم نعم جيم يضع الأسكيمو أدواتهم على رفوف خشبية هل لديهم رفوف خشبية؟ لا أحسنتم يضعون أدواتهم على رفوف من الثلج دال ينام الأسكيمو على سرر من الثلج أحسنتم نعم ينامون على سرر من الثلج السؤال الثالث أذكر الفوائد التي يجنيها الأسكيمو من صيد الحيوانات وهناك فوائد كثيرة يجنيها الأسكيمو من صيد الحيوانات فهم يأكلون لحمها ويصنعون من فروها الثياب وأنت عزيز الطالب ابحث أيضا عن فوائد أخرى أربعة كيف يصيد الأسكيم الأسماك؟ هم يحتاجون إلى مهارة كبيرة فهم يحفرون حفرة في الجليد حتى يصلوا إلى الماء ثم يأخذ الأسماك السؤال الخامس أضع عنوانا آخر للنص هنا عزيز الطالب أطلق العنان لأفكارك وخيالك وحسب فهمك للنص اختر عنوان أنا سأساعدكم فاخترت عنوان الأسكيمو أطلق العنان إلى مختارات من لغتنا الجميلة ولدينا اليوم قصة الأرنب الذكي هيا نقرأها معا الأرنب الذكي أراد السعلب أن يأكل الأرنب فبحث عن حيلة يصطاده بها اقترب من بيت الأرنب ونام على الأرض وسد فمه وأغمض عينيه ومد يديه ورجليه فظهر كأنه ميت جاء الأرنب فرأى الثعلب على هذه الحال فسر سرورا عظيما ولكنه لم يقترب منه وقال في نفسه أخاف أن يكون هذا الماكر قد دبر لي حيلة يأكلوني بها فماذا أفعل فكر الأرنب قليلا ثم قال بصوت عال مات السعلب المسكين ولكنهم يقولون إن السعلب إذا مات فتح فمه ورفع رجليه فلماذا أراه قد سد فمه ومد رجليه فلما سمع الثعلب هذا الكلام فتح فمه ورفع رجليه فعرف الأرنب أنه حي فهرب وهو يضحك منه إنه حقا أرنب ذكي ترجمة نانسي قنقر